تم السبت بمركز محمد السادس لكرة القدم بسلا التوقيع على خطاب النوايا المندرج ضمن الترشيح الثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 خطاب النوايا هذا وقع عليه كل من الساد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وبيدرو روتشا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم إن الأمر يتعلق بترشيح وحيد يجمع ثلاثة بلدان وقرتين وهو سيكون بلا شك استثناء في تاريخ كرة القدم لأنه سيمكن من تجديد العهد مع الترات الحضاري الذي يجمع البلدان الثلاثة سيتجند المغرب شعبا وحكومة وراء جلالة الملك إلى جانب إخواننا في إسبانيا والبرتغال من أجل خلق فضاء يتسع للجميع دون حصره في حدود جغرافية لم تكن أبدا ولن تكون أبدا سدا في وجهه تنامي الحضارة وتنامي الفضائل الإنسانية من جهته أكد رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن البلدان الثلاثة سيكون لديها من الآن وحتى يونيو المقبل الوقت اللازم لإعداد ملف الترشيح الرسمي مشيرا إلى أن البرتغال اقترح ثلاثة ملاعب لهذا الترشيح كما شدد أن سنة 2030 لن تكون سنة تاريخية فحسب بل طموحا ثلاثيا سيحدد مستقبل كرة القدم العالمية إن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم يشرف تاريخ كرة القدم وهو في الوقت ذاته مهمة لن تكون سهلة لكننا نحن البلدان الثلاثة لدينا الإمكانات اللازمة لرفع هذا التحدي من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الإسباني عن امتنانه العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الجهود المتواصلة التي مفتئ يبذلها جلالته من أجل تطوير كرة القدم وقال إن المرحلة المقبلة في ملف الترشيح ستتمثل في إيضاع الاتحادات الثلاثة لاتفاقات الترشيح لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ما تم شهر والبر المقبل إن ملف الترشيح هذا يجسد الوحدة والتضامن بين الأمم الثلاث وهو فرصة الفريدة للتعاون بين ثلاث بلدان وقارتين وكأس العالم هاته ستخلق إرثا للعالم برمته وفيما يخص ملاعب البلدان الثلاثة أكد رؤساء الاتحادات أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرارات في هذا الشأن إلى حين انتهاء الدراسة الجارية من طرف اللجان التقنية وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر في الرابع من أكتوبر الماضي اعتماد ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال بالإجماع كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 ترجمة نانسي قنقر